إلى قسنطينة مباشرة وإلى الزميل حسن مطاطلى حسن مساء الخير مساء الخير العربي مساء لكم سعيد كما قلت سنكون سعداء في هذه الأمسية أن نفتح موضوع له ارتباطات اجتماعية له ارتباطات بحياة المواطن بولاية جيجل هو قطاع الطاقة بما يعني الغاز الطبيعي نسبة التزويد بالغاز الكهرباء وسنتوقف عند محطة توليد الطاقة الكهربائية ببلارة قبل كل هذا نسعد باستدافة السيد مدير الطاقة لولاية جيجل السيد منور مسعودي أهلا وسهلا بك على تلبيتك الدعوة أهلا وسهلا وشكرا على هذه الاستدافة شكرا لك سيمسعودي سنعود إليك طبعا بعد أن نشاهد هذا الموضوع الذي خص بلدي السطراء والتسويد بالغاز الطبيعي مع إيسا طاروب في إطار تنمية المناطق الريفية بأعالي ولاية جيجل تعمل الدولة على تجاوز التضاريس ومساعدة الأهالي على بناء المسكن اللائق ثم الربط بغاز المدينة لتسهيل استقرار الأهالي في قراء ما يقارب 1300 أو 1400 سكن على مستوى تشوف القيمة هذه وهذه المضاشر وهذه الجبال ونظر هذه مفخرة لبرنامجة رئيس الطعفة خامة رأي الجمهورية زيادة على الـ 1200 أو 1300 سكن ريفي اللي لك مشتوكنا في المدينة أعطناهم الغاز والله يبارك حل سكنة ريفية مبنية بطريقة تقريبا عصرية اليوم وصلت نفسي توصي على مستوى الولايات الكاميرا 67% عملية اليوم التي مست سكان بلديات غبالة والسطارة والمضافة إلى ما أنجز أدخلت السكان في جو من الفرحة خاصة وموسم البرد على الأبوات اليوم يأتي القاز في الضار الحمد لله الحاسم السعودي وصله هنا رأي نعمة كبيرة لا والك رأي القاز نترافعه على بالك على الدماء يتطور العبد على الدماء يطمع فيدي كثير منها يستماد كلنا بالغاز في الحيط الحمد لله هذه الحاجة والله كلام من القلب من أعماق القلب يعني شوف أن لما مشروع يوصل إلى مواطن وخاصة نعمة الغاز لا أقول الغاز للمدينة إنما الغاز الطبيعي بالنسبة لكم هل هذه الأشياء تؤثر فيكم لما تنجزوا مشاريع لما تحاولوا تديروا التوسيع على مستوى خاصة أن ولاية جيجل معروفة كولاية ربما تنخفض فيها درجة البرودة إلى مستويات الدنيا في فصل الشيطة على كل حال نحن مواطنين ونتأسروا ربما أكثر من نفرحوا أكثر من هذو كل المواطنين صحيح نحن ولاية جيجل في هذا تقريب نسبة أكثر من 80% يعني جبلية وغابية فيها مرتفعات كبيرة وتعرف برود شديدة في فصل الشيطة وفي الليل هذو كليش فيناهم وليش فيناهم في غبالة وصطارة هذو كما دخلوا في إطار برنامج مخطط من 2010-2014 اللي بدينا نجزنا منه على مستوى صطارة بوشارف 400 منزل برج علي في 2016 550 مسكن مع الموليد النبوي في شريف 440 في أقوف و 870 على مستوى بلدية غبالة سوكيفي تقريب 2000 منزل تم تزويدهم بهذه المادة في إطار هذا البرنامج وما زال إن شاء الله في البرنامج المقبلة نزود 220 مسكن على مستوى صطارة وخمسة وخمسين مسكن كذلك على صطارة بهذا تكون تجموعة تجموعة السكنية الكبيرة على مستوى دائرة سطارة مغطية بمادة الغاز الطبيعي ونقول لهم المواطنين يعني طبعا لما تحدثت على بلدية سطارة يعني هي بلدية من بلدية جيجل التي فيها 28 بلدية يعني نسبة التغطية بالغاز على مستوى الولايات إلى يومنا هذا نسبة التغطية على مستوى الولايات جيجل تقارب 67% سوف نختم العام إن شاء الله بحوالي 70% إلى يومنا هذا لدينا 91 ألف منزل ليستفد مغطية بمادة الغاز الطبيعي مع إنجاز البرنامج الحالي سوف نوصل ما لا يقيل على 120 ألف المسكن والنسبة التغطية لا تقيل على 86% بمعنى عائلة 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 بمعنى أن نسبة التغطية يعني مقارنة بالمستوى الوطني مقارنة بالنسبة الوطنية التي حاليا 59% 50% ذكرنا في مستوى 8 نقاط فوق المستوى الوطني ونوصلنا حتى 86% إن شاء الله هو كما تحدثنا من قبل يعني في المخطط أنكم تعموا كل بلدية الولية بالغاز الطبيعي يعني في البرنامج من المخطط الخماسي من 2010-2014 لأن كل هذه المشاريع ربما جاءت في هذه المخطط حتى آخر دي وزيعي يعني وهو كذلك هو كذلك برنامج الخماسي 2010-2014 تكفل بتزويد جميع البلدية المتبقية من 16 إلى 28 بلدية حاليا نرى في 18 نكمل العام في 19 إن شاء الله في 2019 لدينا 24 بلدية مزودة بالغاز الطبيعي يبقون أربع بلدية تكفلوا بيوم في الشطر الثالث على البرنامج اللي هو حاليا محل تجميد نأمل يعني حسبت ما أصرحنا به سيد وزير الداخلية خلال زيارته إلى جيجل برفع التجميد ونتمكنوا إن شاء الله من تغطيتهم قبل 2022 بحول الله ما هي البلدية المعنية يعني بهذا البلدية المعنية هما نبدأ من شرق ولد ربح برج طهر عندك سلمة وإيراق وهذه البلدية كلها نعرفها يعني بلدية بلدية جبلية جدا باردة وأحيانا لما تتساقط التولوج تنقطع يعني الوصول تنقطع بين قصة الحياة يعني في هذه المناطق ما يقولون تنقطع مومنتاني مومنتاني كان إجراءات محلية مع السيد الولي كان مخطط للتدخل مخليش البلدية ولا مداشرة يعني مقفلة عليها طرق وإنما شتاتها بارد وقارس لا بد بتكفل باحتياجتها التقاوية وهذا البرنامج يعني يجا في هذا الشأن لك عنا بعد البرنامج واحد أخر هو برنامج تكملي تا سنة ألفين وثلتاش للمكنا من إجراء توساعات لك إن فا يكون البلدية كاملة مزودية لك عنا توساعات عنا تقريب نتكفل بخمسة لف وخمسمائة عائلة في هذا الإطار وتكفلنا ثانية نجدهاد على مستوى الولايات بفض تعليمات السيد الولي دونك بريون شارج خمسة لف عائلة على عتق ميزانية الولايات دونك كما قلت لبيت حاجية خاصة نتاع الولايات في هذا المجال وبالنسبة لربما كما كنا نتحدث مقبل لتفاجأة الماء زيامة من سوريا قلت لي ما فيهاش الغاز يعني سيكون قريبا إن شاء الله علاش لأنها كانت يعني مبرمجة في البرنامج السابق عاملية عمليات الربط على مستوى المدينة منتهية وتزويدها يقوم يجي مبجايا عبر بلدية ملبو وأوقاس لعرفة مشاكل عديدة جراء السنين مهم أن بالنسبة لأنك تطمئن هؤلاء المواطنين بأن فيه برنامج وفيه محطة لتزويد هذه أشغال إيجارية ونحن نأمل أن هذه لدينا زيامة من سوريا لدينا شحنة إن شاء الله جملة وبنيجيس لنستكمل ونبوب الغاز من حمالها نحوها نحوها جملة وهو بعد رايحة يروح حتى الإيراق مرورا ب يعني نعرف هذا المناطق بردة جدا سيد المدير حتى نمشوا نأمل أن نلحقو لهم إن شاء الله قبل الصيفان تاع 2019 بإذن الله إن شاء الله وفيما يتعلق المناطق ربما هل عندكم مخطط في خاصة الفصل الشيطان فيما يتعلق بيتزويد المواطنين بالغاز يعني العادي بقارورات الغاز يعني عنا مخطط سنوي يعني نخدم بكل سنة كان مخطط مضبط مع شركات نفطال لإيسال الغاز في كهف مكانة الظروف إلى المواطنين يعني عمي ما عدنا مستعى تعبئة القارورات وهو موجودة على مستولات صالح في بلدية الأميرة عبد القادر ينتج يومياً 12 ألف قارورة نحنا في السنة في السنة في السنة في السنة تتوزع في فصل الشيطان تتوزع ومعين تتوزع يومياً كي تكون يعني ضروف قاسية شوية زيادة الإنتاج نحقو حتى العامل إعدال حقنات تلتاشنالف وثلتمية قارورة يومياً في ظرف يعني ثلث أيام متتالية الحمد لله ولكن حتى باش يعني انتقلوا الموضوع بالنسبة الكهرباء معدك مش مشكلة يعني نسبة التغطية بالكهرباء بالنسبة للكهرباء نسبة التغطية الوطنية بعد هي 99% حتى على محلياً نحنا 98.7% نحن نلحقه تقريباً قريباً إن شاء الله لمجهود مطلوباً لأنه كانت توجهر بنايات جديدة كانت بناة الريفة يعني جاية تبقى توجهر احتياجات وعندنا ثماميح ورثانين نخدموه عليه ورنبيح وعني ركزنا عليه مليح مع زيارة وزير الداخلية والجماعة المحلية إلى ولئة ججل وهو ناكد العودة عودة سكان إلى المنطقة سكان إلى المنطقة المهجورة سابقا نقص دا استقرار يوم توفير لهم الكهرباء في بلد أحيانا الغاز بينشر فتح الطور هنا في النقطة هذه نتوقف تحديدا يعني كل مواطن يعني ماذا به يتحصل على الغاز خاصة الغاز طبيعي وأنتم يعني كانوا بعض المرات توقع احتجاجات يعني يقول لك على هالجهة هذه يحطون الغاز وحنا ما حطناش الغاز وكيف يعني أنتم هل يعني تطمينات هل من مخطط ربما موضوعي يأخذ في هذا العين الاعتبار ولا اقتصادي ولا يخضع إلى مخطط مالي ولا كيف يعني حنا هذا الإشكال تعديناه لأن ذلك الغاز رأي يشمل قاع البلديات وقاع تجمعات السكانية الكبيرة وحتى صغيرة دوك راح نتقريب حتى تعميم دوك يقول في جيجل راح نحقل 86% يعني واش يبقى؟ يبقى غير السكانات يعني لابطاء بارسي باربي في الجبال سينو توليرس يعني تجمعات السكانية أما الكبيرة المتوسطة والصغيرة دوك يصل هالغاز بحول الله إن شاء الله يا ربي وربما من المستثمارات الأخرى التي عرفها قطاع الطاقة يعني في أولاد جيجل المحطة توليد الطاقة الكهربائية ببلدية ميلية بتحديداً ببلارة يعني هذا مشروع يعني استراتيجي مشروع وطني محطة توليد كهرباء من أكبر المحطات الموجودة حالياً في الجزائر دوك راح تنتج 1400 ميجاوات ابتداء من سنة 2019 دوك من الصيفة تال 2019 شخص نسبة تقدم الأشغال بها؟ نسبة تقدم الأشغال انتهى حالياً تقارب 81% دوك نرتقي بنتدخل في الخدمة في خوضون جوان جوية لـ 2019 مش هالخيمة المالية تال مشروع؟ بالتكلفة تالها كانت 89 مليار دينار جزائري مليار دينار جزائري من 1900 مليار سنتين الله يبارك وهذا يعني إنجاز ضخم ومفخرة على كل حالة للجزائر وإحنا صادر دونك تتكفلنا بالإحتياجات يعني تعال الحديد مركز الحديد والصلب يعني تستكمل فيه تأشغال قريب من هو ثاني واللي راح يعني فيه على جوارها يضمننا كما يقولوا دونك تغطية احتياجات الاقتصاد على مستوى المحلي وكما يقولوا دونك دوني إن ديناميك حيوية للنشاط التنموي المحلي وكما يقولوا يقوي الشبكة الوطنية ويغطي يعني جزء أهم من الوطن بهذه سيد المدير الجلسة أو الوقت دهمنا ونشكرك شكرا جزيلا على تلبية تلك الدعوة هل من أفاق أو من كلمة أخيرة ربما قل ما شئت في هذه الجلسة الإخبارية من أخبار الظاهرة وأملنا كبير أن تكون الإمكانيات باش نستكمل البرامج اللي قلنا هذوك التنموية من أجل الولايات اللي راح تضمنها تغطية تقريب شاملة في مجال الكهرباء الريفية والحضارية وتغطية شبه كاملة في مدات الغاز الطبيعي اللي راح ينوصل من أغلبية القرى والمضاشر هذا الأمل الكبير شكرا سيد المدير ربي إن شاء الله يقوي الخير وإلى هنا سيلتي وسلتي نستودعكم السلام عليكم شكرا